اكد صاحب السمو الملكي ان المسيرة العمل العسكري ما لم يتوازى مع جهود تحدث تغييرا على الارض وتبعث الامل لدى الشعوب فانها وحدها لن تتمكن من بلورة حلول مستدامة لتصاعد وطيرة العنف والارهاب والتطرف الفكري وخلال لقاء سموه حفظه الله على همش حوار المنام اليوم بمعالي فليب هاموند وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث في المملكة المتحدة قال سموه ان التحالف العربي من اجل اليمن الذي تشارك فيه مملكة البحرين ادرك ضرورة اقتران الحل العسكري بالدفع نحو صياغ دبلوماسية ترفض مساعي دعم الاستقرار والشرعية مرحبا سموه بقرار الحكومة اليمنية بالمشاركة في المباحثات التي ترعاها الامم المتحدة واصفا اياها بالخطوة الهمة لارساء الاستقرار المستدام في اليمن كما تطرق سموه مع سيد هاموند الى الازمة السورية حيث اكد الجانبان على اهمية التوصل الى حل سياسي لهذه الازمة والحد من تأثيراتها السلبية على الاستقرار في المنطقة وتعزيز سيادة الدول وفق مبادئ الاحترام المتبادل وناقش اللقاء كذلك الاتفاق حول الملف النووي الايراني وقال سموه ان مملكة البحرين ترحب بالاتفاق ولكنها في نفس الوقت تؤكد على ضرورة ان يصاحب ذلك تغيير ايجابي في علاقات ايران مع محيطها والالتزام بالتعاون من اجل تعزيز الاستقرار في المنطقة واشار سموه الى اهمية التعاون الدولي في التصدي للارهاب والتهديدات الاقليمية الاخرى واكد سموه على التزام مملكة البحرين بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة بالقيام بواجباتها حيال محاربة الارهاب وتطرف بكافة الوسائل هذا واستعرض سموه مع وزير الخارجي البريطاني علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة التعاون العسكري والدفاعي شكرا